وقال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه الحديث وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد شو المؤمنين ملياره كم؟ إذا كل مؤمنين تمام؟ قال مثلهم كمثل الجسد شنو؟ الواحد إذا اشتكأ منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهل والحمة فالمؤاخاء في الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم لا بدنا تآخة وأن ننزع ما في قلوبنا من الحسد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وقال الله تبارك وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقوله جل وعلا ومن شر حاسد إذا حسد فالحاسد الشر بحسده فألا نتحاسد وإذا رأيت نعمة على أخيك من علم نافع أو مال أو زوجة صالحة أو مسكن واسع أو سيارة أو غيرها من أمور الدين أو الدنيا فإياك أن تحسده وإنما تسأل الله عز وجل من فضله كما قال جل وعلا واسأل الله من فضله فإن الذي أعطاه سيعطيك مثله وأمثاله فلماذا الحسد سيعطيك مثله بل أمثاله إذن لا داعي للحسد ولكن الحسد يدب إلى قلوب خيار الصالحين بل قد يدب إلى قلوب العلماء الربانين فوجب على العاقل إذا علم خطورة هذا الأمر أن يحاربه بكل قوة أعطاها الله إياه ولا قوة أعظم ولا سلاح أفتك وأقوى من سلاح الدعاء ولهذا الحديث الدعاء سلاح المؤمن فادعوا الله أن يخلص قلبك من أمراضه وأدرانه وسرائره السيئة فالله تبارك وتعالى يعلم ما تخفون وما تعلنون فاسأل الله عز وجل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك هذه الصحيح من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي هكذا كان يتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام وكان يتعوذ أيضا اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء كذلك علينا أن نستفيد من أخوتنا ومؤاخاتنا في مذاكرة العلم والحرص على الوقت وعدم ضياعه يعني يكون مقعدين ثلاثة أربعة نجيب كتاب نقرأه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد نقرأ نشوف ماذا قال العلماء ماذا قال السلف الصالح بماذا فسروا كلام الله تبارك وتعالى من الفقه والعلم وبماذا شرحوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام والآثار التي لم نسمع بها من قبل التي قالها سلفنا الصالح رضي الله عنهم نقرأ الأربعين النووي يجيب نسمع أو وحد يكذ قرآن كن إنسان مطق ماهر بالقرآن أقرأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود اقرأ علي القرآن كانوا جالسين قال اقرأ علي القرآن قال أقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه إلى أن بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم دي في جلسة صحابة قالوا كنا نعد للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من مئة مرة جلسة واحدة بس شوف كم جلسة جلسة قاعدين كده النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ربنا أكثر من مئة مرة فما نضيع الوقت يا جماعة نضيع الزمن فإن الوقت عمرك وضياعه ضياع حياتك وما مضى من الوقت لا يعود وما مضى من المال يعود القروج دي ممكن تمشي دي الصحة ممكن اللي تكون صحة كويسة بكرة تمرض تاني ترجع إلا الوقت ما ذهب منه لن يعود أبدا أبدا ونحن كبرنا يا جماعة فيكم زوج صغير كبرنا كبرنا جدا وكلما كبرت فقد اقتربت إلى القبر وكلما اقتربت اقتربت من الآخرة لأن من ماته قامت قيامته البموت لغيامته ولا زي الغيامة ما حقته وينقطع عمله إلا من ثلاث فالعاقل جماعة يستفيد من أي وقت إما في دعوة وإما في عمل صالح وإما في علم يتلقى وإما في تسبيح أو استغفار أو دعاء أو عبادة جزاكم الله خير ولعل أطلت عليكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه جزاكم الله خير بارك الله فيكم